موسيقى 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 نعم هو أولا يعني أبرز عنوان يمكن أن نعطيه لهذه المرحلة ما بعد التحرير هذا المعبر من عصابات وقطاع الطرق والصعاليك الجمهة الانفصالية التي تحرضها يحرضها النظام العسكري الجزائري أبرز عنوان وهو أولا عزلة النظام العسكري الجزائري هذا أبرز عنوان على المستوى الدولي لأنه بغض النظر عن عدد الدول العربية أو الإفريقية التي أصدرت بيانات دعم ومساندة للمملكة المغربية فيما قامت به من خطوات من أجل صيانة وحدتها الترابية وسيانة سلامة أراضيها هذا نوع من أنواع الدعم المتقدم شكل نظرا للطبيعة التي تربط المغرب أولا مع الدول العربية التي عبرت عن أرائها مباشرة نذكر منهم بالخصوص المملكة الأردنية الهاشيمية ذات المواقف الثابتة دائما والدعمة المملكة المغربية نذكر منهم الدول الخليج بدون الستناء الدول الستة دول الخليج نذكر منهم اليمن هؤلاء الأشقاء بالإضافة إلى المواقف دول أخرى عربية كانت هذه الدول دائما تربطها علاقات ستنائية مع المغرب وبالتالي هذه البيانات هي تحصيل وحاصل نفس الشيء بالنسبة الدول الإفريقية الصديقة والوفية لعلاقاتها التاريخية مع المغرب ولكن هذا دعم من نوع خاص يعني له علاقة بطبيعة العلاقات لنقول ما فوق الصداقة التي تجمعنا بهذه الدول ولكن على المستوى العالمي يعني هناك إدانة للجزائر وعزلة للجزائر لأن الدول المنتظم الدولي كله سواء كان الدول الأوروبية أو الدول الإفريقية أو الدول الآسيوية أو دول دائمة في مجلس الأمن أو مجلس الأمن في حد ذاته أو الأمين العام لم يصدر أي تنديد أو إدانة بما قام به المغرب بل العكس صريحات الأمين العام للأمم المتحدة يمكن أن نفهمها على أنها يعني إدانة للجزائر والجبهة الانفصالية لأنه يقول بعدما حاول مرارا يعني عدة محاولات لثني هذه العصابات عن قطعها للطريق وتخليها عن هذه الصلافة وعن هذه الأعمال الإجرامية في هذه المنطقة لم تؤتي نتائج اضطر المغرب للتدخل كما ورد في البلاغ الذي أداعه الدوان الملكي المغرب تحمل مسؤولياته وقام بما يجب القيام به وأضاف أنه هذه العملية انتهت وأنهت بشكل نهائي أي إمكانية للعودة إلى ما كانوا يقومون به نظراً للخط الدفاعي الجديد الذي أصبح الآن يؤمن هذا المعبر ما بين موريطانيا والمغرب بشكل نهائي يعني خلاصة الأمر على أنه الدول كلها سواء تصريح الأمين العام أو حتى تصريح الممثل الخارجية الأوروبية الذي أيضاً ذهب في نفس الاتجاه هذه التصريحات مؤيدة أما سكوت هذه الدول وعدم إدانتها فمعنى أنها كلها تؤيد المغرب في هذه الخطوة والدولة الوحيدة أقول الوحيدة على المستوى العالمي التي أصدرت خارجيتها بياناً يدين العملية هي نظام العسكري الجزائري الذي يعرف الجميع على المستوى الدولي أنه نظام يقمع شعبه الذي يخرج في حراك شعبي منذ 22 فبراير للمطالبة بإطاحة نظام العسكري الشعب الجزائري يعني رفع شعارات لم يرفعها أي شعب في دول الربيع ولا غير الربيع الدولة الوحيدة التي رفع فيها شعبها الشعب يريد الاستقلال هو الشعب الجزائري معنى أن الشعب الجزائري 40 مليون يعني يؤكدون العالم أن هذا النظام العسكري يستعمر هذا البلد ويحتل الشعب الجزائري دون إدارتهم بالإضافة طبعاً يمكن أن نسرد في هذا المكان أشياء كثيرة جداً عن هذا النظام ولكن هذا ليس ما قام ونحن الآن نتحدث على أن المغرب قام بما يجب القيام به لتحصين وحدته الترابية وربما الإشارة كانت سابقة على هذه العمليات في خطاب المسيرة الخضراء لهذه السنة يعني في 7 فبراير هو في 7 فبراير المسيرة ولكن الخطاب بث لأسباب تقنية يوماً بعد ذلك في 7 فبراير الذي قال في جالة الملك على أنه مباشرة على أن المغرب صحيح يتعامل بحكمة ورزانة وروية في تعامله مع الأعداء مع القضية مع المجتمع الدولي ولكن هذا لا يعني أن المغرب لا يتعامل بالحزم وبالقوة اللازمة حينما تمس وحدتنا الترابية أو يحاول البعض تغيير الوضع القانوني في منطقة شرق الجدار أي في المنطقة العزلة ونذكر المشاهدين الكرام كما دأبت دائماً على ذلك على أن هذه المنطقة لم تفرضها الأمم المتحدة على المغرب ولا فرضها مجلس الأمن على المغرب المنطقة العازلة هي منطقة تركها المغرب سنة 1987 كمنطقة لاستياد بهذا المصطلح فخ ومصيدة لفئران وجدران وجرذان الجبهة الانفصالية الذين كانوا يهاجمون المناطق الجنوبية للمملكة فترك ما بين الجدار الأمني والحدود الدولية مع الجزائر ومع موريطانيا مسافة قد تصل أحياناً إلى 25 كم مثل ما هو الحال في منطقة المحبس وبيرلحلو وتيفاريتي وقد تتقلص إلى 5 كم مثل ما هو الحال في القرقرات تركت هذه المنطقة حتى يتمكن الجيش المغربي القوات المسلحة الملكية من ملاحقة فلول الانفصاليين عندما يقومون بعمليات عسكرية ضد الجدار الأمري لأنه كما تعرفون ويعرف بالخصوص المتخصصون ربما المشاهدون فيهم المتخصص وغير المتخصص أن هناك في القانون الدولي مبدأ يسمى حق المتابعة هذا الحق المتابعة لو استعمله المغرب في كل هجمات التي قامت بها الجبهة الانفصالية انطلاقاً من الجزائر لقامت الحرب منذ 50 سنة مع الجزائر ولكن المغرب كدولة ملكية لها بعد نظر في التفكير وتفكير استراتيجي للعلاقات الدولية خاصة مع الشعب الجزائري لأن هذا النظام أكيد أنه سيزول ولكن لم تكن هناك نهائياً احتمال لدى لدى صناع القرار في المغرب أو الرغبة في الدخول في حرب شاملة مع الجزائر فكنا نتحمل دائماً هذه الهجمات أما لو طبقنا هذا الببدأ القانوني حق المتابعة فمعناه كلما هاجمت مجموعة مسلحة بلداً منطلاقاً من أراضي بلد آخر فيحق للبلد الذي تعرض للهجوم أن يلاحق المجموعة العسكرية حتى داخل طراب البلد الذي انطلقت منه لأن القانون الدولي يمنح له ذلك أما المغرب فحتى لا يضطر لاستعمال هذا حق الملاحقة ترك الخمس وعشرين كيلومتر أو الخمس كيلومترات في المنطقة العازلة على حسب المناطق حتى ما إذا تم من هجوم على الحزام الأمني يستطيع القوات المسلحة الملكية متابعتهم داخل الطراب المغربي التي هي المنطقة العازلة وليس كما يدعي الخصوم على أنها منطقة تابعة لجبهة أو أنها محررة مزعومة أو غير ذلك من الإدعاءات والبروباغندا التي ينشرها الخصوم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة